لكن لا يفوتنا في البداية أن ننعي رحيل واحدة من بطلات النادي الأهلي ولما بقول بطلات النادي الأهلي لازم انتخذوا بالكم من القيمة الحضرية للنادي الأهلي القيمة الحضرية للنادي الأهلي متمثلة في رياضة السيدات وقت ما مصر ما كانش فيها كتير من سيدات رياضيات كان النادي الأهلي بطلات النادي الأهلي ولعبات النادي الأهلي هن من يقود الحركة النسائية الرياضية في مصر بارح أباش مهندس توفت إلى رحمة الله أم أم ألعاب القوى كبت النادي يا شريف تاريخ حافل بالعطاء للرياضة في مختلف الألعاب وأكيد كان لها بصمة كبيرة جدا على ألعاب القوى بالتحالي نادي يا شريف أمينة محمود حنان خالد كشاكيل رياضية نسائية أهلوية كل في جيلها كل واحدة لا بالعكس دول عصروا بعض في مراحل متدخلة لكن كل واحدة فيهم لعبة أكتر من لعبة بجوار ألعاب القوى كرة اليد استحوزت على اهتمام الثلاثة دول فكانوا بطلات بحق ولكن تنفرد ناليا شريف رحمة الله عليها أنها الأم البطلة الزوجة البطلة وزوجها بطل رحمة الله على الاتنين محمود السمان كان واحد من عباقرة كرة اليد عبر تاريخ كرة اليد ثم لاتنين أباء لأبطال ده مجالة الأهل في تأريد لها مصنع السماني للأبطال أم وليد وعمر أبطال في السباح وليد ده كان بطل وسباح فز ودي العائلة ومعاهم أبطالهم وأولادهم كلهم من أصحاب الميداليات يعني لو الصورة دي بيتحضر لها كويس كان كل واحد طلع بميداليته محمود السمان نادي شريف رحمة الله عليهم ثم الأبناء الأبزاز كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وكل قطاعات النادي الرياضية بينعون ببلغ الحزن والأسى رحيل كابتن نادي شريف واحدة من بطلات النادي الأهلي وصاحبات البصمة الرياضية الكبيرة جدا كمان نادي شريف بس عايزة أضيفها عشان تاخد حقها مظبوط ظلت في الملاعب كإدارية ومصنع أبطال بقى مدربة وإدارية يعني لم تبتعد يوما عن النادي الرياضي كابتن نادي شريف عليها رحمة الله مرست العديد من الألعاب الرياضية كانت لعبة اللعبة الوحيدة في مصر والعرب وإفريقيا ده وسام الجمهورية من الرئيس الراحل أنور السادات مرست أكتر من لعبة في كرة اليد والسباحة وكرة السلة وألعاب القوة والتزحلق وكانت رياضة التزحلق موجودة ضمن رياضات النادي لغاية كشكل بالمعنى الحقيقي عام 85 اشتغلت نادي الشريف بعد كده مدربة لألعاب القوة في النادي لغاية 2014 يعني لغاية خمس سنين فاتوا كانت مدربة لألعاب القوة في النادي خلال مسيرتها نادي وسامين للجمهورية الأول كان من الرئيس جمال عبد الناصر والتاني كان من الرئيس أنور السادات حصلت على لقب الأم المثالية للنادي الأهلي ثلاث مرات كونها أم أبطال مثل النادي ومصر في العديد من البطولات المحلية والقرية زي ما أشار المهند سعدلي الإبن الأكبر لها هو وليد السماني كان من موليد 73 وأحد أبطال الأهلي في السباحة وكرة النادي سورة بتجمعني بيها كنا بنكرمة برضا أه وحتى العمومي وحصل على وسامة جمهورية وليد السماني الإبن الثاني للكابتن نادي أشريف هو عمر السماني من موليد 78 كان لعب كرة ماء وأيضا شارك في أولمبيات أثينا 2004 وحصل على لقب البطولة العربية تاريخ حافل بالعطاء الحيال للكابتن نادي أشريف تغمضها الله بواسع رحمته يعني نفيسة الغمراوي نادي أشريف لا لا هي ما هو هو رائد الرياضة المسيئية في مصر دي مش عايزة حطمت العديد الحياة من الأرقام القياسية أنا بقول لك هي أم أم الألعاب يعني إذا كانت أم الألعاب أم الألعاب ألعاب القوة نادي أشريف أم أم الألعاب لأنها حطمت كتير من الأرقام القياسية في عدة مراحل خلت الاتحاد المصري يحط حد أقصى لها عند صرف المكافآت يعني لما كانوا عاملين مكافآت تلعب أكثر من إفنت تلعب في كذا رقم أو في كذا سباق وبتكسر الرقم لكن من ضمن أرقامها في المائة متر وربعمائة متر حواجز في المسابقات السرعة والمتوسطة والطويلة وأيضا في اختراق الضحية والنصف مارسون للسيدات ما سابتش حاجة غير الرمي في ألعاب القوة أها وعلى فكرة كان لها في الرمي برضو بطولات عملت مدربة للأهل زي ما قلتلكم لغاية يعني أنا أذكر برضو أستاذ إبراهيم إنه كانت بترمو أرس أذكر هذا أرس وجوري أعتقد يعني كان واضح فكرة الرياضية الشاملة يعني فيها شمولية مش الشاملة يعني ما فيش حاجة ما كانتش بطلة فيها أها ولم ينافسها زي بقولك كده غير أمينة محمود ثم حنان خالت ثم حنان خالت بس حنان ما كانتش بالشمول ده لكن برضو كانت كشكول يعني أحياني